موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة أخبار من قناة يو اي تي في في العاصمة كييف معكم محمد زاوي وفي البداية أبرز العنوان موسيقى أوكرانيا تتجه لعداد برنامج جديد للتعاون مع صندوق النقد الدولي فيما تشارك أوكرانيا فيها منذ استقلالها جنود بعثات حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة يحيون عيدهم العالمي وفي النشرة فن السجين السياسي معرض للوحات سجين الكريملين الصحف الأوكراني رومان سوشينكو أهلا بكم قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن المحادثات مع الولايات المتحدة قد تكون ممكنة إذا رفعت واشندون العقوبات تصريحات روحاني تأتي بعد يومين من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إبرام اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي أمر ممكن وقال روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي إن الباب لم يغلق إذا رفعوا العقوبات التي وصفها بالجاية هذا وتساعد التوتر بين البلدين منذ أرسلت واشنطن مجموعة قتالية تضم حامل الطائرات وقاذفات قنابل وأعلنت خططا لإرسال 1500 جنديين إلى منطقة الشرق الأوسط مما أثار مخاوف من اندلاع حرب في المنطقة في الشأن الأوكراني قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كورت فولكر إنه يجب على روسيا تنفيذ قرار محكمة الأمم المتحدة بضرورة إطلاق صراح البحارة الأوكرانيين على الفور وخلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أشار فولكر إلى أنه ينبغي اعتبار البحارة الأوكرانيين أعضاء في القوات الحكومية الأجنبية وهذا يعني أن روسيا ليس لديها سبب للاحتفاظ بها يقوم الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلنسكي بزيارة إلى بروكسل يومي الرابع والخامس حزيران يونيو 2019 حيث من المخطط أن يزور مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف النايتو الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلنسكي سيطلع الشركاء في الاتحاد الأوروبي وحلف النايتو تطورات الوضع الأمني في شرق أوكرانيا وسيبحث سبلات تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الحرب في الدنباس وتبادل وجهة النظر مع قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف النايتو بشأن المزيد من الإصلاحات الرئيسية في أوكرانيا وفق ما ذكر بيان لرئاسة الأوكرانية هذا ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأوكراني اجتماعات في بروكسل مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك ورئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر والأمين العام لحلف النايتو يانس طولتنبرغ في موضوع آخر تتجه أوكرانيا لإعداد برنامج جديد التعاوني مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية فصل الصيف حيث سيقوم مجلس الأمن القومي والدفاع التكفل بهذه المسؤولية وفق ما قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكساندر دانيلوك تصريح دانيلوك جاء عقب لقائه بعثة صندوق النقد الدولي إلى أوكرانيا حيث عبر ممثل الصندوق عن استعدادهم لمواصلة التعاون مع أوكرانيا بمجرد تشكيل حكومة جديدة حتى ذلك الوقت ستكون هناك مشاورات مستمرة حول تشكيل أجندة إصلاح جديدة قدمنا جدول أعمالنا كيف نرى تطور البلد وتعاوننا مواقفنا تتوافق تماما مع أن الخطوات الأولى هي حلول تهدف إلى مكافحة الفساد وإلى إعادة تشغيل الإصلاح القضائي وإعادة صياغة نظام إنفاذ القانون إلى مناطق الصراعي في شرق أوكرانيا حيث انتهك المسلحون الموالون لروسيا وقف إطلاق النار سبع مرات وفق ما ذكرت وزارة الدفاع الأوكراني المسلحون هجموا قواعد الجيش الأوكراني بالقاذفات أو بالقذائف المدفعية في منطقة بيسكي كما استخدم الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات ومدافع الهاون من عيار 82 مم في كل من مارينكا، هنوطوفو ونوفوترويتسكي فن السجين السياسي معرض للوحات سجين الكريملين الصحف الأوكراني رومان سوشينكو بنيويورك الأمريكية المعرض يتضمن 15 نسخة مصورة من الرسومات المقدمة في المعهد الأوكراني الأمريكي حيث تم إنشاء هذه اللوحات من قبل الصحف الأوكراني أثناء فترة احتجازه وبالوسائل المتاحة هناك قلم حبر جاف وكذلك قشر البصل، عصير البنجر والشاي في حفل الافتتاح في نيويورك تم تداول قصة اعتقال الصحف سوشينكو فيما بيعت بعض لوحاته في مزال عالني لم أكن أعرف تفاصيل قصته، أنا أفهم عبثية الاتهامات التي تنسبها روسيا إليه لقد اندهشت من إصرار شخص ما في مثل هذا الموقف الصعب يمكنه أن يمنح الفرحة حتى عندما يكون في الأسر زرت جميع الأماكن الموضحة في اللوحات الأربعة التي حصلت عليها بعد شراء هذه الصور أشعر أنني ساعدت شخصا آخر في الفترة الصعبة من حياته الصحف الأوكراني رومان سوشينكو مراسل وكالة أوكلينفورم في باريس اعتقلته قوات الأمن الروسية في موسكو شهر سبتمبر 2016 بتهم ملفقات تتعلق بالتجسس محكمة روسية حكمت عليه بالسجن 12 سنة يحتفل العالم في هذا التاريخ بيوم جنود بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ عام 48 نظمت الأمم المتحدة 72 بعثات سلام دولية وتشارك أوكرانيا في هذه البعثات منذ استقلالها ينفذ العسكريون الأوكرانيون اليوم المهام في 8 بعثات لحفظ السلام 80% تقريبا من بين الجنود 340 التابعين لقوات حفظ السلام يتمركزون اليوم في وسط إفريقيا الزميلة يوليا بوشكو تطلعنا على خصائص عمل الوحدات الأوكرانية في التقرير التالي بعد العمليات الواسعة النطاق في الكونغو والتي حملت اسم العقرب يسمونها أطقم مروحيات 124 الأوكرانية بلسعة الأمم المتحدة والتي أصبحت القوات الضاربة الرئيسة للخوثات الزرقاء منذ نوفمبر العام الماضي والتي تتعامل من السماء مع مواقع الجماعة المسلحة غير الشرعية المسمى تحالف القوى الديمقراطية نفذ سرب المروحيات الأوكرانية الثامن عشر المنفصل التابع لبعثة الأمم المتحدة أكثر من 2500 طلعة عمضى خلالها الجنود الأوكرانيون أكثر من 2000 ساعة في سماء أفريقيا يشارك الأوكرانيون منذ عام 2000 في بأثة حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وهم يشكلون القوة الأساسية من بين 250 جنديا عاملا في قوات حفظ السلام هنا عاد أليكساندر لفرينوفسكي من الكونغو قبل عامين ولكنه بقي يتابع طوال هذا الوقت تطور الوضع السياسي في الجمهورية ويقول إن المنطقة التي عمل فيها كمراقب عسكري تشهد مواجهات على الدوام بين السكان والشرطة أذكر أن الشرطة المحلية نفذت مداهمات لم يتحمل السكان المحليون هذه التعديات فتوجهوا إلى مركز الشرطة وأحرقوه وهو كان على بعد 300 متر منه لم تشهد المنطقة التي عملت فيها بعثة أليكساندر لفرينوفسكي الانتفاضة فقط بل وتفشي الأمراض القاتلة مثل الكوليرا والمالاريا والحمى الصفراء ولقد تلقى طوال خدمته ما يصل إلى عشرة لقاحات الوضع الإنساني في إفريقيا صعب للغاية شهدنا تفشي الأمراض المختلفة كان يجب تطهير جميع المواد الغذائية كنا نراقب جوجتها بكل عناية استخدمنا دائما بعد غروب الشمس مضادات الحشرات يمكن أن تؤدي الإصابة بالمالاريا إلى عواقب وخيمة بالإضافة إلى جمهورية الكونغ الديمقراطية تشارك أوكرانيا في سبع بعثات دولية أخرى لحفظ السلام والأمن بما فيها كوسوفا وملدوفا أفغانستان جنوب السودان ويخططون هذا العام لإرسال جنود حفظ السلام الأوكرانيين إلى مالي أيضا مسألة إرسال أول خمسة عسكريين هي اليوم في مرحلتها النهائية وسيتوجه عسكريون قريبا إلى مالي للمشاركة في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كما واستأنفت أوكرانيا في أبريل مشاركتها في بعثة قوات الأمم المتحدة العاملة مؤقتا في قبرص منذ استقلال أوكرانيا شارك ما يقرب من خمسة واربعين ألفا جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية في بعثات الأمم المتحدة الدولية لحفظ السلام والأمن خمسة وخمسون منهم لم يعودوا إلى أرض الوطن في الرياضة أهلت الأوكرانية يلينا سفيتولينا للدور الثالث ببطولة فرنسا المفتوحة لتينيس رولاند غاروس ثاني بطولات جراند سلام الأربع الكبرى عقب انسحاب مواطنتها كاتيرينا كوزلوفا من مباراتها اليوم الأربعاء بسبب الإصابة وقال بيان أصدرته اللجنة المنظمة للبطولة أن كوزلوفا لم تكن قادرة على اللعب بسبب معاناتها من ألم في أحد الضلوع وتلتقي سفيتولينا المصنفة التاسعة للبطولة التي تغلبت في الدور الأول على الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامس مع الفائزة من مباراة الإسبانية جاربين موغوروزا بطلة المسابق عام 2016 والسويدية جوانا لارسن بهذا الخبر ننهي نشرة اليوم مزيد من الخبار العالمي والأوكرانية تتابعونها وتجدونها على موقعنا الإلكتروني uatv.ua كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي شكرا على حسن المتابعة ودومتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة